السلام عليكم سورة تبتية لا تنسوا بالقرآن كل كلام الله نعم إياه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سلح سوني بنسبة لنساء لك يا رمحة الأمية بارك الله فيهم وأعانهم على حفظ القرآن الكريم سورة تبتية لأبي لهب قلمة سيني صدوش بها هو غشهاد الأصل أن القرآن الكريم نصلي به جميعا ويكفي دليلا أننا في التراويح أن الإمام يصلي بكل القرآن ويمر على سورة تبتية لأبي لهب يمر عليها ويصلي بها لكن العلماء قالوا إذا كنا منفردين وغنصلي وغنصلي حبدا حبدا ليس بالوجوب أننا نتركها لماذا لأننا فيها وعيد شديد ربنا عز وجل كان غضبان غضب على أبي لهب وأب لهب لأنه كان وجه مثل لهب كان كان زعر وكان الحيط مدهب وكان زين وكان متكبر وكان متعجرف وكان عدو النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه عمه وكان يعتنط طريقه فرب ندر مع جميع الوسائل الممكنة من الاستلطاف من اللين من الحوار لكنه تعنت وتجبر فغضب الله عليه ودع عليه بالسوء قال تبت يد أبي لهب تبت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه يعني قطعت يده قطعت يده تبت يد يده جميعا يد أبي لهب وتب يعني سقط من منزلته وغمره الخصران تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما لهب وما كسب ده الشركة تتعزز به ولك يفتخر به ربي عز وجل لغا يقول غا يحايدوني كامل ما أغنى عنه ما لهب وما كسب ثم توعده بالآخرة سيصلى نارا ذات لهب هو اسمته أبو لهب النار ذات لهب فيها اللهيب ومرأته حملة الحطب في جنح المسل لأن كان مسكونا وحد اللوبي مع الزوجة ديانو متخصصين في إداية النبي صلى الله عليه وسلم فهذه السورة هي فيها وعيد شديد كيقول لك العلماء حبد في صلاتنا العادية نصليه بالصور اللي فيها الرحمة إذا جاء نصر الله والفتح نقرأ بإن أعطيناك الكوثر نقرأ مثلا بألم نشرك صدرك والضحى والتسجأ ماكت السورة الطيبة فيها الرحمة واللي فيها التخويف نتركها إلا في مجالها ولكن من صلى بها فلا حرج عليه أخونا سي الحسوني أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظك ويرعاك وللا لطيفة الغمري لي الله تزوجات الله ما اجعل زواجها مباركة وازعل زواجها ميمونة وازعل زواجها مرحومة وللا ندي زوجتك الله ما يربي يجعل بينك وبينها مودة ورحمة وسعادة واللي عندكم في القلب والضمير اللي يعجد لكم بالفرج وكنستغل فرصة واحد شريفة لأن نورة جاءت مقر الإدعاء وكتقول بأنها عندها 43 سنة سنوات وهي تحاول أنها أربي كرمها بالإنجاب لكن لحد الساعة لم تنجيب هذا الصباح غادي الطبيب كتفك في التقاح صناعي لعله وعس أربي كرمها بالإنجاب فكتقول سنة المستمعين الله يجزيكم بخير دعوا معها اللهم يا رحمن يا رحيم ويا ودود ويا كريم أختنا نورة اللهم عجل لها بالحمل يا ربي اغنيها عند التلقيح الصناعي فإنك أنت على كل شيء قدير كتقول أخت نورة فقت مع الفجر وصلت الفجر وقرأت سورة مريم وتوسلت إلى الله بسورة مريم حسن جميل سورة مريم ربك يحكي فيها بأنه أعطى السيدة مريم العذراء البتول أعطاها مولودا بغير أب فهي عند زوج ربي أعطيها إن شاء الله تعالى بالخير والبركة فنسأل الله الواحد الأحد أن يسعد قلبها ويفرحها بحمل قريب يبشرها بالثوأم بلا تلقيح صناعي وبلا أسباب الله سبحانه وتعالى يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب اللهم يربي عجل لها بالفرج وكل من كانت تنتظر الإنجاب وتعذر عليها اللهم في الساعة المباركة أسعد قلبها بذرية طيبة سعيدة مباركة قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة